على السلامة ومرحب بكم من هذا كل فيديو جديد مشاهدة تكونوا الاباس وفي صحة اليوم حبيت نغير الموضوع شوية عندكم باشا قد نشوفوا على القناة تقديم على السيارة كل مرة نجيب سيارة جديدة والاكترية قد نجيبه في السيارات اللي مهم شغالين برشا سيارات الادبتابر اكثر للمستعلك التونسي اليوم حبيت نطرق الموضوع مهم على الآخر خاصة في الفترة هذي بالذي علش؟ على خاطر في الفترة هذي قاد يلاحظوا الي كل فترة معينة كل ايامات لسعار السيارات الجدد قاد يزيدوا وكذلك لسعار السيارات المستعبرة مع المشاكل التي قاد تصير مع تضخم ازمة درقاء الكليلترونية وهذه المشاكل دمه كلها حبيت نحكي على ارخص عشرة سيارات في تونس الفيديو هذي عملت منه قبل في 2020 وطوب شنعود دمه جديدة بتبيع موديلات جدد باسعار جدد شنحكيه عن سيارات هذومة بمختلف الفئات شكون موجه شكون الناجم بغض النظر على السعر وكذلك نحكي عليهم اكتر بالتفصيل وكذلك مع كل سيارة اذا كان القيت اذا كان نجم تنلقى معناتها بشنخلي لكم اراء العباد اراء الناس اللي كسبوها بشك انت تكون ماخوا فكرة شاملة على الكاربه قبل ان تشي تشوفها عند الوكيل وكذلك نحكي عن الكاربه هذيك في فيديو خاص واحده قبل ان نبدأ اشتراك القليلات واشتراك فيديوهات دعمنا بشنزيدوا قدم اكتر فيديوهات وكذلك تحب تتبخ كل ازيدة علم السيارات كل مطابت كاربالتونس كاربه تحبت وورد وايد حب التبخها اللي هي هبتت تبعنا على باش فيسبوك على الفيتا جرام وكذلك تحب فيديوهات حلوين وقصار تبعنا على باش تيكتوب بشتبك الليان والروابط بتحبه كل في الديسكريبشن لوتا فهما فرمولير ماذا بيه كانت تعمرو بشتبك الليان في الديسكريبشن لوتا قدامك في شوية اسرلة على مجال سيارات وخاصة غسيل السيارات رأيكم يهمني برشا ولاحي قطنا تعرفوا عليش عملت الفورمولير هدايا يلا نبدأ بشمده بترتيب متاعنا وبرشمده بالمرتبة العاشرة المرتبة العاشرة نقاو سيارة سينية نوع BYD F3 سيدان يعني كسيارة عائلية الموتور متاحها 1.5 1.5 107 حصان 7 زويل و 145 نيوتون متر غارانتي تاحها 5 سنين و الا 100 ألف كيلو متر البيض افتروا دي ما عنداش برشا كدخلت لتونس دخلت لتونس ناجم نقوله شهر 10 شهر 11 لعام اللي فات ودجان ما خرجتش برشا برشا في تونس وسعرها اصلا اول ما جات كان 42 مليون وخمسمية وتوصومها 48 مليون وخمسمية بيه سيارة GLOBALMO ما خرجتش برشا في تونس الحاجة اللي ما خلتناش نعرفه ارق العبات دي كسبوها اما الكربة دي موديل قديم موش موديل جديد موديل هدا نقوه برشا في دول اخرين كما مصر كما الجزائر كما العراق كما برشا دول في الشرق الاوسط زادة الموديل بصفة عامة اعتمادي موش خايب البرا يخدمو بيه اصلا يعمو بيه في التجارة العيب التاح الوحيد ان اللي راه انها سبعة زوائل والكونسميسيان بتاح تفوت 7 اي 3 ونص في الميكست في الموين مما تنبيل لو تروتو لمبوتياج هذه هي العيب الوعيد اما راه سيارة عائلية كبيرة اعتمادية حتى قطيحها المتوفرين في الخارج اما في تونس لاحقا اكيدش يكونوا متوفرين وقوس اخر زادة بي واي دي هي ماركة سينية اما الاف سريق قاعدين تراو فيها ما تمثلش بالرسمي بي واي دي تاو خاطر بي واي دي تاو بالرسمي وصل المرحلة خاصة مع سيارات كاربية وصل المرحلة متفوقة على الاخر وكيف كيف جيليه حتى في المبيعات وفي النجاح متاعها في سوقها الاصلي حابيت نصور لكم الكاربية اما المزال تاو مكتب شربي ان شاء الله بي انتو نصوروها بي نتعدى تاول الكاربية الثانية اما قبل نتعدى الكاربية الثانية انت توقفت لك السعر ثمانية ورائعين مليون وخمسة همية طيب تفرج في فيديو هذا بعد جماعتين تقول لي كاربية وليت خمسين مليون بي هاوك عليش ناوديو متفاهمين من اللول اللي رايي الاسعار قاعدة تتغير بالقديو 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 انا قبل ما نعمل قبل ما نصوركم تاوى الفيديو اخططوا على مرتين على خاطر ما بين التخطيط الأول والتخطيط الثاني بيناتهم ثلاثة ايام والاسعار تغيرت نضون كشين باش نعملو احنا باش نحط لك لاسعار تعالكرها اللي باش نسميهم الكل في الديسكريبشن اللوتا تتلقاها في الوصف اللوتا لاسعار الكل والاسعار انا اش نقعد من حداتهم معتاش نعملهم ميزاجور معتا انت كل ما تفرج في الفيديو تحب تتأكد من الاسعار الاخراني تنزل على الديسكريبشن اللوتا و تشوف اسم الموديل و تشوف السعب ما تقول ليش خاطرها و هاو الاسعار تغيرها او حاجة و نعملو اذكركم مش سيارات شعبية سيارات عادية يلا نشوفوا الكربالين بعدها في المرتبة التاسعة نقاذ زوز كراب على الخطرني في المرتبة التاسعة القيد زوز كراب بنفس السوم اللونية هي السوزوكي السويس نعملت عليها فيديو و تلقاه في السيجيسيان الكربال الثاني هي نفس السوم نصورك اخصان الموديل الاريسة هو اكتر موديل معروف في تونس لسوم متاحهم الزوز 48 مليون و مئتين الاريس الموتور بيجو بواندو 82 احصان الاريس 18 نيوتون متر و القارانتي تحتها عامين سومها ابتداء 48 مليون و مئتين و فاها اوبشن انك تعمل تختارين الاريسة و تحب تزيدها و تزيدها على روح و كين حاجة تحب تبدلها و تبدلها على روح و ان شاء الله قريبا زادا نمي نصور لكم الاريس وهي مداريات الاخرين انا نشوفها في المرتبة الثانية في المرتبة السابعة نقاول هونداي جران ايديس نيوتون مش الشعبية العادية 45 مليون و 500 مليون و فاها زوزو لثلاثة فئية تبدل بوات من النيول و بوات اوتوماتيك موتورها 1.2 اترا فاصل 2 83 نيوتون متر والقارانتي كما نعرف عن هونداي و كيوا من اول مداخل تونس 5 سنين و الا 100.000 كيلومتر لحد الآن مشكورة من ناحية جودة الموتور و من ناحية جودة الطولة ولا حتى البلاستيك الداخلي فهم شوية تشاكيوه من السرفيس لبريفونت مصلحة ما بعد البيع اما جلوبال مول كربا مشكورة و محبوبة على الاخر و مطلوبة برشة زادة في المستعمل يلا نشوفني بعدها في المرتبة السات سنة قاول تشيري ايريزو تروى نرجع للسيني مرة اخرى حتى هو ذك هو اللي بقى الالماني روما مغيمة سنة تشيري ايريزو تروى تصومها 44 مليون و 500 مليون ثلاثة سنين هي نفس الموتور تشيري ايريزو تروى اول مدخل تونس عام 2017 اخر عام 2016 كوبة 140 نيوتن متر و قطة 28 حصان كونسوماتيوه ليشكل قليل على الاخر اما برابور على الكروسة و برابور على هي الشكولة موجهة مقبولة بكذا سيارة عائلية تمشي لانتراجة تمشي اعتمادية بتيتنعامة حتى قطياحة موجودين حتى البرم الوكي والاكستوارات التاحة زادها موجودة تمنا مع السيارات العائلية والتجار و اصحاب المحلات الصغار حتى هم زادها نفرحوا بهم و عندهم سيارة بيها برشا و هم طلبها بلقدير والهي الفيات فيورينو تقول يا هاي نفسها السيتروين نيمو والبيجو بي بير هي نفسها كاقطايا كاكستو نتعدي وتوا نرجع الكربة اخت لها و بالنسبة لي من احسن المنستادين في تونس والتي هي الكياة بيكانتو كياة بيكانتو سومها ابتداء من 42 مليون حتى تكشي من 52 مليون شوفوا الفرق عشرة منين اوشنز و جتي لاين وكلفازيات كلهم اكسسوارات حسينه سانكشوفو 83 حصان و84 حصان و 121 نوتل متر كوب البهي برابور على الكروسة و قرانتي خمسة سنين ومئة تلف كيلومتر الكربة مفاعة حتى مشكلة لحد الان و توقيت لكم الاراء متاع العباد لكسبها عشان هاتو تهرمكم هوني اما نحكي عن توجهها توجهها الكربة مهاش عائلية بالكل مالع صغرون كربة موجهة للكون اما شباب اما واحد عمره مازال موش معارس معنوتها و الا عائلة صغيرة على الاخر معتها يبديو ثلاثة افراد وماكسيمو نقعد في المينيستادين و نمشيو للتويوتا اجيا الكربة اللي في السنة متاحها الشعبية الفيديو الوحيد المفصل بتجربة القيادة على اليوتيوب هو في القناة نمتاعنا و اكتر فيديو عمل بنسبة مشاهدة فوق 24000 مشاهدة هذه كان الفئة الشعبية السنكشوفو 87 حصان ثلاثة سنين سومها من 41 مليون حتى 44 مليون كانت تحب تعرف الكربة مين هي مين اصلها الكربة هي كيفاش ماكبه كل معتها معلومات عامة على الكربة تفرج في الفيديو متاع الشعبية اما انت تحب تعرف الوحيدة متاع الفئة السنكشوفو ووقتها نمشي الوحيدة وشوف الوحيدة خطر الوحيدة يتبدل برشو حتى الموتور يتبدل ما كنت موجهة موجهة توجهة توجهة تاكيا في كنتو هينتاي موجهة توجهة الشباب وعائلة صغيرة بالكلام ومهاجة على لانتراجية برشا اما تنازل متاعامل عليها في لانتراجية برابور الشباب مهاجة تتعامل بها مرات كياءة طرقات طويلة اما مش برشا برشا بشتصحفت على الموتور رغم هذا كله جردة موترات تويوتا ما فاها حتى نقاش تعدى توا الكربة صنوعة في الهند وفي اوجهة تونس عندها برشا الكربة هذي والله نستغرب منها شباب هي السوزوكي اسبرسو موتورها ايترا 68 حصان 90 نيوتن متر 3 سنين قارنتي سومها 36 مليون وخمسمائة اول مجهة 32 مليون وخمسمائة اول مجهة 32 مليون وخمسمائة زائد 4 مليون من المجهة الحق الكربة دي عندها توجه واحد واستعمال واحد وفئة واحدة ما عنداش ما عنداش الفرصة انها تكون عندها اكتر من التواجه ولا اكتر من استعمال توجه واحدة ان استعمالها واحد برق مالها 240 نتر استعمالها واحد برق ويدور كان في وسط البلد اكاهاو وما يخامر مش تعملوا تروت علش على خاطر انت تشتوف طول الكراش تتاست متيحة وكنتبش تشتوف تاستدراي تتاستدرايب تأتيها البرا خاطر فتون سمدهارلي لاانت تاستدرايب عليها كفيديو او دكومونتر او ما الكربة الثبات تحت عايفة عايفة عاليخة صراحة في اخر درجة انك كانت تصل الى مياه يجب ان تخاف على روحك شوية لان كربا ميشتها وتروت الحقيقة استعمال واحد واحد بالرسمي راه ما حاشته يقول لك شو حاشتك كربا هذه حاشتك شو مطور يجاو بلا حاشتك شو ندول في وسط البلده كهو ما تكلشي صنص صحيح ما ما تكلشي صنص بالكل كاتشوفوا بنيات من اقل ما تلقى وهذه كان الادفانتجزلي فيها عما البيقي راهو استعمالها ياسر ما مخصص كان الحاجة بركة وما تنجمش تكون حاجة اخرى بالرسمي حتى يجب ان تشوفها قدامكم تعديوا لنشوف المرتبة من بعدها المرتبة من بعدها كربت نفس الاسبريسو اما اهون شوية والتي هي الماهندرا كيفصان موجودة كاسيس بلوس الفئة كاسيس بلوس 36 مليون والكاويت والتي هي 39 مليون لقيقة انا نصحة كامتشي الاشر الكاويت على اقل كاويت على اقل تنسى ماهندرا تنسى هندية وترى اوبشنز ترى على اقل اكران ترى رداد الوكول ترى على اقل تشعر كاسيس تشعر كاسيس تشعر رداد الوكول لا من ناحية الكاليتة ولا من ناحية الوكول الكربة عموما الحقيقة حاسب مرة في الارائم على بيت الثبات التاحة ليس مخدمة ليه معدنك يتوصل ال 100-110 ولا ال120 كربة تتخوف تتلعف الكيس الطول التاحة برشا تشكيه انها تصدد هذا يحاسب الارائة على بيت والكونسوماتيون فما تشكيه ان الكونسوماتيون عالية والكونسوماتيون مقبولة وفي الاخيرة تعتمد على السياقة متاعك اما من ناحية اخرى من فما حتى الشي وحاجة اخرى هذه الكهربة صغيرة وماشى عائلية بالكل تشوفوا المال متاعها ساعة فيها شمال لما تحلوا وتسكروا لا تشوف تضع فيها شيء اما لازل الاسباس من تالي اليوم خاطرهم ما عملوا مهندرة في الكهربة هذه نحاول المال عبارة نحاول قصروا في حق المال وحطوهم كل الاسباس التالية لا تشوفها من تالي كبيرة اما كيف تخذر المال لا تشوفوا ما هي ارخص ترهبة في تونس وقديس السومها وشني المواصفة متاحة اقضوا معنا نشوفوا ارخص سيارة في تونس والتي هي سيارة تونسية ليس 100% تونسية اما عندها برسنتاج تونسي والتي هي الواليس 619 والتي هي 619 ارخص تصورها يمكن راكريتها قبل تحدثت عليها منذ فترة المطور اللي فيها الحاجة الباية نجم هنيكم عليها والحاجة اللي عجبتني فيها على الاقل وليس كار عملها بشي نجم شيرها يأتي ثقة في البرودوي والتي هي ان المطور متاحها مطور قديم ومزاية تصنعها لطوة مطور الجودة متاعه ما فيهش حتى نقاش والتي هو مطور زادة استعملته كياقبل واحد و سابعين عصان و سانك شوفو معطي المواصفات متاعه غارانتي متاعها عامين من ناحية المطور ما تخافش عليها من ناحية حاجة اخرى كاليتها والحاجة ونستنى ونشوفو الناس اللي كسبوها ما يراهم في الحكاية من ناحية هذه هكا نكون وكملنا الفيديو متاعنا بناسبة اليوم اشتراك القناة تدعمنا باش نزيد ونقدموا فيديوهات اكثر بعد الفيديو هذا ان شاء الله باش نعبط الفيديو متاع سيارة شعبية محبوبة برشا السيارة الشعبية العائلية الوحيدة في تونس ميوتسو بيشي أتراج اكتر كارب سألتون عليها الفترة هذه على الفيديو متاحها نغملي موجودة وعم بفهم برشا فيديوهات وانو اللعبات تقول لي وانو الفيديو متاع ميوتسو بيشي أتراج سهلا جمع جاية باش نعبط وانو اللعبات اللي كسبوها اكتر من هكا اشتراك القناة اشتراك القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك القناة